السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي إن شاء الله نتابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة وتابعين مع بعض حل الاختبارات من كراسة المعاصر التفاعلية A week is enough هناخد مع بعض النهاردة لاختبار رقب 12 أختبار محافظة بورسايد حل مع بعض صفحة 70 71 و72 ونبدأ مع بعض بصفحة 7070 من كراسة المعاصر أول جزء معي خاص بlistening الاستماع listen and choose استماع واختر the correct answer الإجابة الصحيح أول جزء معي بيكون خاص بالاستماع بيكون عندي أربع أسئلة اختيرات بجاوب عليها من خلال الفقرة اللي أنا بسمعها من المس أو المستر اللي بدخل اللي عندي في الامتحان listen to me اسمعونك ده الفقرة بتقول إيه بتاعتنا بتاعت الاختبار بتقول last week الأسبوع الماضي I traveled to port state أنا سفرت البورسايد my father papaya bought the tickets اشترى التذاكر add ramses station من محطة ramses we traveled by train احنا سافرنا بالكطار the journey was cool الرحلة كانت ايه رائعة فقرة سهلة جدا نشوف الأسئلة اللي هو كيبهن يورينا where did you travel last week أين زهبت الأسبوع الماضي زهبت الأسبوع الماضي فين to kairul كاهرة to aswan to port state لبورسايد طبعا ولا to tanta هنا رقم اثنين where did your father buy the tickets باباك اشترى التذاكر منين at ramses station من محطة ramses at alexandria من الأسكندرية at the train في الكطار واللي at the cinema في السينما طبعا في محطة أو من محطة الايه الكطار رقم ثلاثة how did you travel ازاي سفرت سفرت بايه تمام باي تاكسي بالتاكسي باي ترين بالكطار باي بلين بالطائرة باي كار بالسيارة سفرنا بالايه بالكطار رقم أربعة بيقولي هنا how was the journey كيف كانت الايه الرحلة اتواز كانت ايه الرحلة fine بخير او ممتعة تمام ولا كل رائعة ولا بات سيئة ولا هد ساخنة طبعا هنا هنختار ايه كل الرحلة دي كانت ايه رائعة جاب لي هنا بحادثة بالطور نشوف الحوار بيدور ما بين مين ومين وايه موضوع الحوار complete اكمل الحوار التالي نادا عن الجدول جدول المدرسة الخاص بيهم جدول الحصص او جدول المدرسة بتاعهم هنا نادا بتقول ايه طب ايه الحصة القادمة مالك قادت لها طيب اسمحيلي او هيا بنا ننظر الى جدول المدرسة او جدول الحصص نادا هنا بتقول لها we have got computer احنا عندنا طبعا عايزة تقول لها درسات الكمبيوتر يبقى computer ايه computer status computer status اللي هي درسات الايه الكمبيوتر مالك قادت لها yes I love it ايوة انا بحبه ده مديت الدراسية ايه favorite المفضلة هنا دعت لها I am not good at computer انا مش جيدة في الكمبيوتر او computer status انا مش جيدة في درسات الكمبيوتر مالك هنا بتقول لها so لذلك what are your favorite طب ايه بقى المفضل بالنسبة لك المادة الدراسية لان هنا نادا بتقول لها I love science ده انا بحب الايه العلوم ال languages واللغات يبقى what are your favorite ايه subjects هنعملها هنا بايه ايه المادة الدراسية المفضلة او المواد طالما هنا قلت لي are what are your favorite subjects ايه المواد الدراسية المفضلة بالنسبة لك قادت لها العلوم والايه واللغات هنا مالك بتقول لها what language are you good at ايه اللغات اللي انت جايدة فيها نادا اتلاها I am quite good at english انا جايدة في الانجليز تماما او الى حد ما مالك اتلاها I know at like language I am bad at english انا سيئة في الانجليز يبقى هي جايدة ولا مش جايدة في طبعا هتقول لها ايه انا مش جايدة في اللغة الانجليزية يبقى ايه I don't like انا لا احب languages اللغات I am bad at english انا بكون سيئة في اللغة الانجليزية لا احب مع اي يعني ايه هتيبقى I don't انا لا احب I don't like languages انا لا احب الايه اللغات I am bad at english انا سيئة في اللغة الانجليز ايه في الصفحة البعدها الصفحة القصطة صفحة 71 اقرأ الكتعة او قرأة الكتعة read the following بس تش اقرأ الفقرة التالية بيقول هنا هما كانوا في غرفة ايه في غرفة الطعم يبقى احمد وي سواء كانوا في غرفة ايه الطعم والدهم كانوا في العمل صفحة كانت بتعمل وبتقد واجبها المنزلي they thought their sister went to the bathroom احمد ويسوها ذهبوا للايه bathroom اللي هو الحمام they found salma وجدوا salma she was playing with her toys هي كانت بتلعب باللعب بتاعتها there was a lot of water كان بيوجهت كتير من المياه and the bathroom and it was running into the dining room والمية دي كانت بتتحرك بسرعة كده نحية ايه غرفة الطعم they talked about the water هما تحدثوا عن المياه and decided to dry the floor تكلموا كده عن المية would decided يعني قرروا to dry ان هما يجففوا الايه الارضية they used some of their father's old newspapers هما استخدموا بعض من الجرائد او المجلات اللي هي القديمة بتاعت باباهم احمد decided to phone his mother and father احمد قرر ان هو يتصل بمامته وبا until them ويخبرهم about that ويخبرهم عن المية لا المية بدأت تتحرك كده وتطلع لغرفة الطعام بدأوا ان هما يجففوها وتصرف باباهم ومامتهم رقم واحد يقولي هنا give suitable title suitable title اللي هو الايه العنوان المناسب عنوان مناسب للفقرة اللي احنا قريناها دي الفقرة دي بتكلمنا عن ايه طبعا الفقرة هنا بتكلمنا عن ايه عن عيلة احمد احمد family احمد family family عيلة ايه احمد رقم اثنين how did احمد انسوها dry the floor ازاي هما جفوف الارضية تمام بي الجرائد اللي هي الاديمة buy old newspaper buy old news paper بي الجرائد اللي هي الاديمة رقم ثلاثة how many persons are there in the family كم عدد الاشخاص بقى اللي هما موجودين كده طبعا هما خمسة احمد واختسوها واختهم الصغيرة والاب والام يبقى خمسة يبقى five persons five persons خمس ايه اشخاص السؤال الرابع هنا بيشير الى ايه floor بيشير الى الارضية vapor ولا بيشير الى dining room الى حجرة المعيشة ولا الى وطر المياه طبعا بيشير الى وطر المياه هي كانت بتقول كانت بتحرك كده المياه على الارضية يقصد هنا وطر المياه رقم خمسة while احمد انسوها where in the dining room حينما او بينما احمد واسوها كانوا موجودين في غرفة الميشة their parents where at باباهم وموتهم كانوا فين بس كل المدرسة هم في المنزل work في العمل بيدروم في غرفة النوم طبعا كانوا في ايه work اللي هو العمل رقم ستة there was a lot of water on the نقط floor كان موجود مياه كثيرة على ارضية ايه تمام هنا بيدروم غرفة النوم بثروم الحمام كان موجود مياه كثيرة على ارضية ايه باثروم على ارضية ايه الحمام جالينا جزء الخاص بالاختيرات choose the correct answer اختر ايه الاجابة الصحيحة رقم واحد there is no a milk in the fridge موجود لبن في الايه في التلاجة عندي هنا milk اللي هو اللبن انا عندي هنا ايه الجملة عندي ايني عندي هنا هاختار هنا some ولا milk ولا ولا ايني ايني عايزة نفي الوط عايزة معها of ميني عايزة معها جمع يعادي بقى some milk موجود بعض من اللبن في الايه في التلاجة رقم اتنين ماهر نقط voluntary work العمل التطوعي at the hospital في المستشفى ماهر بيقوم بأداء العمل التطوع جزء يذهب gives يعطي play زيال عبدو او does طبعا does voluntary work بيمارس العمل التطوعي في الايه في المستشفى يبقى voluntary work تاخد معها do طالما عندي ماهر مفرد بخليها ايه او بختارها does صفحة اللي بعدها صفحة 72 رقم 3 بيقول لي هنا add break في الايه في الفسحة i play games انا بلعب الالعاب with my friends مع اصدقاء فين play ground في الملعب بلعب في الصالة whole classroom بنلعب في الفصل office بنلعب في المكتب طبعا بنلعب في الفسحة في الملعب رقم 40 go to school on fridays يوم الجمعة يوم الجمعة never ابدا ما بنروحش المدرسة اولوز دايما بنروح يجوالي عادة بنروح sometimes احيانا بنروح يوم الجمعة او ايام الجمعة اوم فريديز دي بتكون اجازات طبعا never ابدا ليه نافي رقم 5 we can give money to help no up people احنا ممكن نعطي نقود تمام للناس الايه wake the poor الفقيرة slow البطيقة ريتش الغنية بنديها للايه للفقراء poor people اللي هما الفقراء رقم 6 upload is المدونة دي بتكون ايه نقاط diary online diary مفكرة كده او مذكرة عبر الانترنت offline يعني هنا غير متصل بالانترنت ولا inline ولا line طبعا online يعني مذكرة عبر الانترنت اللي هي online diary رقم 7 عايزين نقول هنا هل هي بتكتب بألم جاف ولا بألم رصاص يبقى is والفاعل والفرب معه الing في زمن المضارع المستمر هنا المصدر write writes هنا في مضارع بسيط writing الفرب والing to write والمصدر يبقى writing يبقى مع is والفاعل والفرب والing أنا بتكلم في زمن مضارع مستمر رقم 8 زهبنا في رحلة في الصحراء في الصحراء هننم في ايه هننم في ركس الصخور تنس الخيام سنكسل في القراء ولا في الأبراج طبعا هننم في الخيام رقم 9 مالهوش أب و أم مين اللي مالهوش أب و أم نفيو اللي هو ابن الأخت وابن الأخ والأورفن اليتيم بورو الفقير أحد الوالدين طبعا أورفن الشخص اللي هو يتيم هو ده اللي احنا بيكون من غير أب أوهم رقم 10 حسطين رياضيات عندنا حسطين عندنا يعني ميك يصنع عدو يفعل هافي يمتلك أو عنده يزهب يبقى هاف احنا عندنا حسطين رياضيات في يوم الثلاثة هنصحح الخطأ ريض اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها الخط رقم واحد هاف شي هل هي عندها شعر أشكر مع شيء المفرد بناخد هاف ولا بناخد هاز طبعا مع المفرد بناخد هاز رقم اتنين مفرده بذر ماما سيكون هناك المضارع المستمر المضارع المستمر ماما والفرب وانجية سيكون ايه اي ام اي ام درينكينغ اي ام اي 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 رقم ثلاثة أه تشارجر. لا يوجد شاحن. الشاحن مفرد. بدل الاعلى انت هتبقى ايه? رقم اربعة. انا اكل السمك اللي هو الاسبوع الماضي. ايت يعني يتناول. الاسبوع الماضي. ايه هتاخد معها التصريف التاني هتبقى ايه? هنجيبها في الماضي. جزء الخاص بالكتابة. من تمانين كلمة عن ايه? الرياضة الايه? بتاعتك المفضلة. ان شاء الله بازن الله هنعمل مع بعض. فيديو كامل عن اهم البراغرافات للصف الاول. الاعداد بازن الله الترمي الاول. كده حبايبي خلصنا مع بعض الفيديو. يا ربين والاعجابكم. اشكركم على حسن استماعكم. اتمنى متابعتكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.